كورت القدم شوية هنعود لها مرة تانية طبعا في الفقرة الحوارية لفريق السباحة توقعية بالنادي الأهلي عايزين لهم مبروك هنا منتكلم للمرحلة 19 سنة فازوا بالكاس العام لبطولة الجمهورية اللي أقيمت منافساتها بفرع مدينة نصر ده كان خلال يوم 16 و 17 فبراير ويتوج الأهلي بالمركز الأول في مسابقة الفرق وحصد المركز الثالث في مسابقة كمان يعني والمركز الثالث عفوا لمسابقة الفردي هنا فجهد محترم جدا من اللاعبين والجهاز الفني والإداري وأعتقد ده برضو بيبقى نتاج منظومة وكواليس كتيرة جدا يعني كابتن واقل عزة كمان رئيس جهاز ألعاب الماء وكابتن محمد فاضل نائب الرئيس أعتقد عملوا الشغل محترم جدا وكابتن عمر ممدوح برضو مدير الجهاز لا كل الناس اشتغلت عشان يطلعوا في الآخر يعني خيانا نقول نتاج أو نجاح بهذا الشكل فعايزين نقول لهم ألف مبروك وكمان من الشق المحلي أو النادي الأهلي خلينا نروح للشق العالمي وإنجاز كبير جدا برضو على مستوى أبطالنا العالميين ونروح لفريدة عثمان تحديدا كل الناس كانت بتتكلم مبارح بطلة السباحة المصرية وفوزها به الميدالية البرونزية في منافسات هنا سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم للعلاب المائية المقامة حاليا في قطر فريدة عثمان أنهت السباق بزمن قدره 25 ثانية فصل 67 عشان تحق البرونزية التالتة في تاريخها ببطولات العالم وده بعد نسختها عندنا 2017 و2019 خلال بطولة دي تأهلت فريدة لنصف نهاية سباق 50 متر حر بالزمن كان قدره وقتها 25 ثانية يعني أول من الثانية وبعد كده تأهلت لنهاية سباق 50 متر بزمن قدره 25.80 ثانية فبجد اسم كبير جدا وفريد عصان يمكن تحديدا فيه السباحة ظهر اسمها بشكل كبير وكبر جدا اسمها بعد كمان فترة رانيا علواني طبعا وقت دي كانت رانيا علواني وقتها ما كانش فيه كمان نجاحات قوي للرياضة النسائية لكن رانيا علواني وتحديدا في السباحة كان اسمها لامع جدا ونجحت وكان كلنا فرحانين بها لحد دلوقتي اسم رانيا علواني طبعا يعني أو دكتور رانيا علواني من الأسماء اللي لن تنسى طبعا هي صديقة عزيزة وكانت طبعا عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وشخصية نجحة جدا ودكتورة فهو الشخص النجح ببناجح على كل الأسعادة لكن خلينا نتكلم تحديدا في السباحة فمنذ فترة يمكن رانيا علواني حتى فريدة عثمان بتقرر تاني ومنعود مرة تانية ليه أمجاد يعني كانت غيبة بعد السنوات من جيل لجيل لكن عادت مرة تانية للسباحة المصرية والنسائية فطبعا شيء يسعدنا جدا فريد عثمان من النماذج النسائية اللي فعلا بنفتخر بها جدا من السباحة خلينا نروح ليه الاتحاد الدولي ليه التايقون